هذه مشاهد تتحدث لنا عن حجم الإهمال الذي طال قضاء الشطرة منذ سنوات طوال استمرت معه معاناة الأهالي بدءا من الضعف الكبير في البنى التحتية إلى مختلف الخدمات فهذه منطقة الشعلة أنموذجا على ذلك منطقة مهملة ومعدومة من الخدمات ومن أبسط البنى التحتية اللي هو ماء الشروب والمجاري معدومة بيها نهائيا ولا أي مسؤول زارنا ولا أي مسؤول قدم لنا أبسط الأمور إلا وهي سيارة السوب بيس أبسط الأمور ما قدمه لها المنطقة لا كهرباء لا ماء لا شارع بخير لا ساحة لا أي شيء فإحنا بالنسبة لنقيم مقام راجعنا أكثر ما يقارب إلى خمسين إلى ستين مرة ما أكوك النتيجة من عنده وإلى متى؟ يعني هاي ست تشوف أنت بالنسبة لنفايات البيها والله صالنا أشقلك من السقوط لحدنا وهس زيان أنت تشوف هاي أطمروها كم واحد من البلد ينعم الله عليه جاب أطمر هاي النفايات جابها طمر هاي كانت هورة هنا بردي حس نعمة واحد يشوف الثاني وهي بنص الولاية يعني المسؤول إذا يندل الجامع موسى الكاظم هي بظهارة إحنا المنطقة نسميها سيد كاظم الشواي منطقة سيد كاظم الشواي منطقة معدومة الحكومة المحلية أرجعت سببا عدام الخدمات لا سيما في هذه المنطقة إلى الشركة الإيرانية المتلكئة المسؤولة عن تنفيذ مشروع مجاري الشطرة مطالبة الحكومة المركزية بحل ملف المشاريع الوزارية والالتفات إلى هذا القضاء لما يعانيه من إهمال دام لسنوات طوال في قضاء الشطرة نواجه معضلة ومشكلة مستمرة ومنذ أمد طويل هذه المشكلة هو عدم اكتمال منظومة المجاري منظومة مجاري الشطرة وحيلت إلى شركة عمر آبي الإيرانية في عام 2012 في عقد وزاري توقف العمل عام 2014 بعد أحداث داعش وانخفاض أسعار النفط هذه التوقفات فضلا عن تلكوات الشركة انعكست سلبا على الواقع الخدمي في مجمل مناطق قضاء الشطرة أدعو لتفعيل هذا الموضوع وحث الشركة على العمل بصورة أسرع وأدق قضاء يسكنه أغلب السياسيون في حكومة بغداد الذين لم يلتفتوا إليه منذ أن تصدروا مناصب الحكم إلا قليلا ليبقى المواطن يصارع واقعه المتردي من ذيقار علي الهادي قناة الرشيد